في مقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية في 18 فبراير 2016 تم توقيع اتفاق التعاون بين كل من الاتحاد العربي للقضاء الإداري ويمثله السيدة المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد وبين الجامعة الألمانية بقاهرة ويمثلها السيدة الأستاذ الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة وحضر الحفل المستشار أحمد الزند وزير العدل ووزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي وسيدة المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب والسيدة النائب العام نبيل صادق والمستشار أحمد جمال رئيس محكمة النقد والمستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئنافة قاهرة وممثلي وزارة الخارجية المصرية وبعض السادة سفراء الدول العربية بالاتحاد إلى جانب كوكبة من الشخصيات العامة نبدأ مراسم التوقيع برتكول التعاون بين الاتحاد العربي للقضاء الإداري والجامعة الألمانية بالقاهرة ونرحب بالسادة الحضور ترحيبا مبدعيا ثم نرحب بهم ترحيبا رسميا الآن بسم الله الرحمن الرحيم السيد الأستاذ الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة السادة أعضاء مجلس الأمناء السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة السادة الوزراء الأجلاء السادة المستشارون الموقرون رؤساء الجهات القضائية وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة السادة الحضور الكريم جمعاء أعربوا لسيادتكم عن قارس الشكر لتشريفكم اليوم حضور مراسم توقيع برتكول التعاون بين الاتحاد العربي للقضاء الإداري والجامعة الألمانية بالقاهرة في قصر العدالة بمجلس الدولة المصري تتويجا للجهود التي تبزل في إطار السعي لتحقيق التعاون المسمر والبناء بين الجانبين ودعم وتوسيق الصلاة والروابط مع الجامعات والهيئات العلمية بالدول العربية وغيرها من الدول الأخرى وذلك بهدف الارتقاء بالبحث العلمي والأكاديمي والوصول إلى التطور التقني المأمول في المجال القانوني والقضائي بما يوسع مدارك الثقافة القانونية والمعرفية للقضاء العرب في هذا المجال وإذا كانت الجامعة الألمانية بالقاهرة قد أنشأت عام 2002 مستهدفة من بين ما تهدف إليه توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية بالدول العربية والأجنبية وإذ أنشأ الاتحاد العربي للقضاء الإداري في مطلع هذا العام بتشريف سيادة رئيس الجمهورية وحضوره توقيع وثيقة إنشاء الاتحاد وكان الاتحاد باعتباره كيانا متخصصا في مجالات القانون والقضاء الإداري يستهدف من بين ما يستهدفه تطوير وتنمية القضاء الإداري في مصر والدول العربية عن طريق تعزيز دور هذا القضاء وتوحيد الأطر القانونية بالدول العربية وتدريب وسقل وتنمية مهارات وخبرات السادة القضاء في مصر وفي هذه الدول في المجالات القضائية المتعددة وتأهيلهم للتعرف على التطور التقني في مجال تكنولوجيا المعلومات والإلمام بالأليات المتقدمة لمنظومة القضاء الإلكتروني واستلاقت مهام وطموحات الاتحاد العربي للقضاء الإداري والجامعة الألمانية بالقاهرة في هذه الشؤون جميعها فقد ارتأي توقيع اتفاق تعاون إقليمي عربي يعنى بتبادل الاستشارات وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة وتداول الإصدارات العلمية وعقد المؤتمرات والندوات في مجال القانون الإداري والتجاري وغيرها وفي مجال حماية الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وغير ذلك من المجالات المتقدمة ذات الاهتمام المشترك التي تتناول الجوانب العلمية والفنية في الحقل القانوني ومن بينه أهم ما يستهدفه الاتفاق إنشاء مركز تدريب مشترك بين الاتحاد والجامعة وعقد ورش عمل لتدريب وتأهيد القضاء بالدول العربية الأعضاء وذلك في مقر الجامعة بالقاهرة وبرلين والدول الأخرى والعمل على تبادل الخبرات بين الاتحاد والجامعة والكينات والجهات المثيلة الإقليمية والدولية فضلاً عما يستهدفه كذلك من تقديم الاتحاد الخبرة والمعونة الفنية والعلمية في البرامج التدريبية والمقرارات والمناهج العلمية في المجالات السالة في بيانها وبوجه خاص في مجال الدراسات العليا والدراجات والدبلومات المتخصصة في القانون العام والقضاء الإداري ونحن نأمل أن يؤتي هذا الاتفاق سمرته في القريب العاجل بإذن الله لما فيه خير مصر وخير البلاد العربية خاصة في مجالات البحث والتدريب القانوني وحل المنازعات القضائية وختاماً نشكر سيادتكم على حضوركم الكريم اليوم آملين أن يتواصل التعاون وأن تتوصق الصلاة في المجالات المختلفة بما يعود بالخير والنفع والفائدة على الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقام السيد الأستاذ الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بقاهرة بالتأكيد على أن الجامعة والتي تعد بحكم الدستور من مقاومات المجتمع تسعى للتعاون المجتمعي والتكامل مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري لتبادل الخبرات العلمية والفنية في الحقل القانوني والتجاري والإداري من خلال إجراء الدراسات والبحوث وتقديم التدريب وتأهيل قضاء جدد للدول الأعضاء بالاتحاد بسم الله الرحمن الرحيم السيد المستشار الدكتور جمال ندا رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري ورئيس مجلس الدولة المصري السادة الوزراء السادة الأساتذة المستشارون رؤساء الجهات والهيئات القضائية وعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة السادة الحضور الأجلاء يسعدني أن أقف بينكم اليوم للاحتفال بتوقيع بروتوكول التعاون بين الاتحاد العربي للقضاء الإداري والجامعة الألمانية بالقاهرة كانت لاقا لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الاتحاد والجامعة وحيث أن الجامعة والتي تعد بحكم دستور من مقاومات المجتمع سعت للتعاون المجتمعي والتكامل مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري من خلال أليات هذا البروتوكول والذي سيكون بإذن الله قاطرة تدفع التعاون العربي إلى آفاق جديدة ونموذج يحتزى به للتكامل التشريع والاقتصادي وحماية الاستثمارات بين الدول العربية ولما كانت رؤيتي منذ إنشاء الجامعة إيجاد مناخ إيجابي لطالب العلم يتميز بالعدل والمساواة والشفافية ويتسم بالحيادية السياسية والدينية والأيديولوجية من هذا المنطلق كان من البديه أن نلتقي ببيت العدل في الوطن العربي ممثلا في مجلس الدولة الذي يحتضن مقر الاتحاد العربي للقضاء الإداري لنجتمع فيه على حب أبناء هذا الوطن ووطنان الأكبر العربي لنتكتف سويا لدمج جهودنا وتبادل الخبرات فيما بيننا لتحديد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ووضع آليات وخطط عمل لتنفيذ بنود الاتفاق وتحقيق التعاون المسمر بين الطرفين على المستوى الإقليمي والعربي هذا البروتوكول سيشمل تبادل الخبرات في مجالات حماية الاستثمار والتجارة الحرة وتسوية المنازعات وتكنولوجيا المعلومات وحماية حقوق الملكية الفكرية وتأهيل الكوادر البشرية والبحث العلمي في مجال القانون الإداري والتجاري كذلك يضع البروتوكول أولوية للجوانب العلمية والفنية في الحقل القانوني والتجاري يعزز ذلك من خلال إجراء الدراسات والبحث المشتركة وتقديم التدريب والتأهيل للقضاء الجدد من الدول الأعضاء هذا ويشمل البروتوكول التعاون أيضا تبادل إصدارات العلمية وعقد المؤتمرات والندوات في المجالات ذات الاهتمام المشترك داخل البلاد وخارجها وفي هذا الصدد أود أن أخص بالشكر السادة المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة المصري ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري الذي لم يدخر جهدا لنكون سويا اليوم ولذا نشكر ثقته الغالية كما أشكر شيوخ قضاء مجلس الدولة المصري على حسن استضافتنا في بيت من بيوت العدالة لمصرنا الغالية وكذلك أود أن أتقدم بالشكر للمستشار محمد رسلان أمين الاتحاد العربي على جهوده المخلصة وفي النهاية ما أستطيع أن أعد به أن الجامعة الألمانية بالقاهرة أيضا لن تدخر جهدا ولا علما لتحقيق ما فيه الخير لوطنين الحبيب مصر ولا أوطنين العربية وفقنا الله جميعا وأشكركم على تشرفكم لنا اليوم جامعات المصرية بالتأكيد ليها دور مهم في تنمية المجتمع في الارتقاء به في مساعدة القطاعات المختلفة في الدولة على التعليم المستمر وتنمية المهارات الاتفاق اللي يتمي النهاردة هو اتفاق بيحسب إيجابا للطرفين القضاء وتنمية قدرتهم ورفع كفائتهم تقنيا ده شيء مهم جدا الجامعة الألمانية بتؤدي دور مهم جدا في هذا الإطار عندها إمكانيات متميزة ورائدة وإحنا سعداء بهذه الاتفاقية وبندعمها بقوة الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى النهاردة يوم تاريخ الجامعة الألمانية أن احنا وقعنا هذه الاتفاقية وطبعا مدلولها كبير جدا وحبا نقصرها على مدار سنين وسنين جاية ولكن بقول هنا أن هي دي الجامعة الألمانية احنا خربنا على اعتقنا تحملنا المسؤولية والحمد لله أهل ليها وفي ختام حفل التوقيع صرح المستشار الدكتور جمال ندا إلى تلفزيون الجامعة الألمانية بقاهرة بتفاؤله بهذه الخطوة الرائدة في التعاون بين الجامعة الألمانية بقاهرة والاتحاد قضاء الآن وبرضو رجال الجامعة الآن بيمروا وبيعيشوا فيه بمجتمع وفيه وسط فيه تطورات وفيه تحديات كبيرة جدا جدا القاضي مشهد أنه متمسك بالمناصة بتاعته كده ومتمسك بالحتة اللي هو فيها لابد أنه هو ينفتح على المجتمع اللي هو حواليه وينفتح على الأحداث اللي هي جريح عليه القضاء كانوا زمان بيطلعوا من الكليات يقرعوا كتبهم ويجوا يقروا ملفات هنا لا قاد الآن لابد أنه يتكيف مع المجتمع اللي موجود فيه ووجدنا في الجامعة الألمانية عندما اختربت أنا منها بصفة خاصة الإمكانيات والقدرات والإدارة إمكانيات وقدرات وإدارة وسياسة وخطة وبرامج يعني طموحة وجدية فرأينا كاتحاد عربي للقضاء لداري أنا بتشرف برئاسه وقالي طبعا أنا هرأسه من الحياة بصفة شرفية كده طول العمر يعني يزن الله أني كن له دور في التقارب مع القضاء العرب اللي هو مشرف عليهم ومنهم القضاء المصريين مع هذا الكيان الأكاديمي المتطور والمتحضر صاحب الفكر والفلسفة والسياسة الواضحة صاحب الإخلاص والجدية والتفاني في العمل اللي أنا شفتها بالفعل في الفترة القرية اللي أنا ارتلتقيت فيها مع القيادات العظيمة فرأينا ألا نحرم القضاء العرب وقضاء مصر بالذات وقضاء مجلس الدولة من الاستفادة من هذه الإمكانيات والاستفادة هتبقى متبادلة يعني الجامعة برضو هتستفيد مننا استفادة برضو متبادلة بما لنا من خبرة في وضع المناهج والمقرارات وموضوعات الدراسات العليا أو لجامعة الألمانية أنك في قلب مصر وفي قلوب رجال القضاء وأنا منهم مش أولهم ولا رئيسهم جامعة عريقة جامعة لن نتركها سنكون معا سويا لكي ننهض بهذا البلد وبالبلاد العربية جامعة طبعا أنا فخور جدا النهاردة بتوقيع البروتوكول التعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري وفخور جدا بالروح الجميلة لأن القيم المشتركة ما بين الأضاء والجامعات من حيث العدل والمساواة والحيادية بكل أنواحها ده القيم المشتركة ما بين الجامعة والقضاء وعشان كده الجامعة في الدستور أحد مقاومات المجتمع المصري أو أي مجتمع في الدنيا ولذلك الجامعات مستقلة الجامعة فيها كلية إدارة وفيها كلية الإدارة نحن بنؤهل الإدارة الوسطى والإدارة العليا وبنعلمهم على أعلى مستوى التخصصات اللي عندنا عندنا 11 تخصص بيغطي كل مجالات الإدارة بأنواحها من أول التجارة الدولية التمويل للاقتصاد بأنواعه كان مايكرو أو ماكرو عندنا قانون التجاري فالنهار دا نحن نتكامل كجامعة بتتميز بتكنولوجيا مع مؤسسة عريقة زي مجلس الدولة المصري حاجة من أول مجالس الدول في البلاد العربية كلها يعتبر دا حاجة جميلة وإنحنا نتكامل مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري اللي هو ممثل فيه 14 دولة دا بيدينا أفاق جديدة لإحمال الاستثمارات للتبادل التجاري إنحنا لنا الشرف كجامعة ألمانية إنحنا نتعامل مع صرح وكيان عظيم زي مجلس الدولة المصري دا حاجة رائعة وأتمنى إن هي تنعكس إيجابيا على المتدربين في الدول العربية والمصر وعلى الاقتصاد عندنا وفي مصر وعلى خرجنا وطلبتنا لأن إحنا هنفهم أبعاد جديدة جدا ممكن تساعد المواطن العادي لأن في الآخر إنه بيحكم أي حاجة ما بين البشر من العلاقات اللي ما عرفوش بعض هو قانون والزوء العام موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى